بمنا أستاذ جمال أو يعني قلنا رأيك فيما حدث أمس في هذه المباراة طبعا فوز كبير جدا رغم أنه زي ما عبد الحكيم قال كده أنه كان ممكن يبقى أكتر إنما أنا بشوفه على ضوء الظروف اللي أقيمت فيها المباراة والحرص برضو اللي كان موجود من البداية من فريق ناد الزمالك واضح أن هم كانوا متحفظين جدا في الشوت الأول لكن الفوز يعتبر كبير الفوز بتلت أهداف مقابل لشيء أو تلت أهداف نظيفة لا فوز كبير ما أقدرش أقول أنه هو لا والأهداف متنوعة وفي منتج جمال ممتعة يعني يعني أقدر أقول أنه خلال الشوت التاني نجح نجوم النادي الآلي أنه هم يردوا على كل الانتقادات والحقيقة الجميع أثبت وجوده وعاد للتقلق بشكل كبير جدا حتى فيه لعيبة كتير إحنا يمكن كنا قينا في قناة الأهلي قلنا عليهم ملاحظات في أداءهم لا في هذه المباراة الحقيقة قدروا أن هم يعني يتفوقوا على نفسهم ويقدموا لنا عرض كاراوي رائع أدى إلى هذه النتيجة الممتازة يعني أنا أعتقد أنها نتيجة كويسة جدا على ضوء كل الظروف اللي سبقت المباراة كمان فيه ضغوط كتيرة جدا على لعيبة النادي الآلي ومحاولات لإخراج المباراة من المستطيل الأخضر لا نجح ونجح كبير جدا